الاهلي والدخلية وحدث بقى ولا حرج على نقاط كتيرة جدا جدا اللي كسبها النادي الاهلي النهاردة من المباراة الاهلي هو بيلعب الدخلية النهاردة مش وكل ماتش من الماتشات الاهلي بقاش عنده حصاد مكسب ثلاث نقاط بس بص على المكاسب دايما هتلاقي مكاسب لعيبة لعيب ما كانش موجوده بقى في الصورة رقم قياس جديد اتحقق الاهلي بقى بمعنى اصح كده بينفس نفسه بنفسه يعني النهاردة مثلا وليد ازارو بيسجل هدف الهدف رقم 17 هكلمكم شوية كده على شوية ارقام قياسية النهاردة النادي الاهلي بيعملها وليد ازارو بالهدف رقم 17 بيعادل كل الهدفين الاجانب اللي سجلوا خلال الفترات من سنة 48 من ساعة ما الدور المصري ما قام وافضل افضل مهاجم اجنبي جيت دور المصري حد النهاردة 17 هو متساوي مع جون اوتاكا ومتساوي مع فلافيو في الاهداف بس انت لسه بتتكلم انه لسه عنده وقت لحد نهاية الموسم فعنده امكانين انه يزود غلته عن الهدف رقم 17 في بقى 18 او 19 او على حسب ما يكون وبالتالي هو مرشح ان يكون الافضل في تاريخ الدوري المصري على كل المهاجمين اللي جون في الدوري المصري